السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم يا بس رفندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم في عنا موضوع جديد وفيديو جديد وحاجة جديدة في عنا أول شيء تحديثات وما أدراك ما التحديثات تحديثات النظام والتحديثات تطبيقات النظام وتحديثات الطرف الثالث وأمور كتير موضوع التحديثات واليوم في عنا تحديثات مهمة جدا جدا لازم أنت الآن تعملها لجهازك الموبايل الشاومي أو الردمي أو البوكو كونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب 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 والاشتراك في القناة يا حبيب علشان يصلك كل جديد خلينا رحي نشوف التفاصيل ورجعنا لكم جيد صلوة على سيدنا محمد الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم أول حاجة في عنا تحديث جديد لمين ركز معي ركز معي واستنى شوي بلاش تقع في المحظور مركز التحكم مركز التحكم له تحديث جديد والتحديث الجديد اللي جاي لمركز التحكم اللي جاي لمركز التحكم بيجي باسم مكون إضافي وهذا التحديث بس لأندرويد 13 افهم علي مش لأندرويد 12 ولا أدرويد 11 بس اللي عندهم أندرويد 13 العشان تنزلوا. ما تروحش تنزل وانت عندك اندرويد اتناشا. بس لاللي عندهم اندرويد تلاتةاش. بدك تعرف الاندرويد تمعك سهلة. بتجي على حول الهاتف وهي اصدار الاندرويد. هي بتعمل زيอยك وبتعمل زيอยكا. ازا اندرويد تناشا تحط الساعة اتناشا بيجي اتناعش. ازا اندرويد تلاتةاش بتحط ايش الساعة واحدة بيجيه تلاتةاش Delta victories تمام. نجي الان تنزله مكونا إضافي اداة تتبيه الحزم تحديث. لو نزلت وانت على اندرويد اتناش ممكن يعمل اعادة تشغيل لجهازك وبدك تفربط جهازك تربع لك. تمام مش يفتح معنا. وهذا هو تحديس مركز التحكم. اللي بيعطينا التحديس الجديد. ازا كان في عندك مشكلة. كان في عندك حاجة. ولازم تعمل هذا التحديس اللي عنده اندرويد تلات عشر. في عنا انا سر بموضوع المركز التحكم. ممكن انا اخلي مركز التحكم هذا اغير الحجم تبعه. كيف اغير الحجم تبعه? ملاحظين مركز التحكم هذا حلو اعجبك اه? هنعملكم ان شاء الله فيديو عليه وعلى الكلام هذا كله. في عنا السر بيقول نجعل اعدادات على حول الهاتف. اصدار ام اي او اي. بدنا نجي نفتح خيارات المطور. نجي هنا على الاعدادات الاضافية. بعدين نجي هنا على خيارات المطور. بعدين نجي هنا ننزل يا معلم. ننزلي على هذا المكان. نجي هنا على اصغر عرض. بيكون عندك رقم تلاتمية وتسعين اتنين وتسعين. وهكذا لو اجينا لما حينها زي هيك وكتبنا تمانمية. وقلنا له حسنا. الان كله زغر معنا. مركز الاشعارات كيف صار? ومركز التحكم صار طويل وصغير. ضغطنا هنا فوق. هلا انه مركز التحكم لو بدنا نعدله باضافة وطرح بهذا الشكل تم. وبعدين نطلع. وبنيجي على المكان هذا. ونقول له رجحها كما كانت تلاتمية مسلا وتسعين اتنين وتسعين. حسنا. التمام التمامي معلم. وكمان الاتنين تنسي شايف مركز التحكم عندك صار اكبر صح؟ ملاحظين انتو. انت بتكبر وبتزغر. مش بس مركز التحكم. وكمان الكلام الموجود عندك والامور هذي. هايها. واصبح لدينا هاي الكلام. ممكن كمان نيجي. نكتب رخمتان لو كدن اربعمية. وهي اصبح قديش ممكن نكتب لك ايها تلاتمية اتنين وتمانين. تخلص بكفي. على هيك اصبح لدينا مركز التحكم. بعدك في عنا تحديس الكاميرا. تحديس الكاميرا هذا هو عبارة عن اصلاحات للكاميرا. في ناس عندهم مشاكل كمان في الكاميرا. هذا بيجاء اصلاحات. في ناس عندهم مشكلة مسلا في كاميرا الريد منوت عشرة برو عشرة برو ماكس. الكاميرا الامامية مش شغالة. في هذه التحديسات ممكن تكون من وين? من نفس السوفتوير. مش من التحديس الكاميرا. يعني يبدو تحديس جديد يجي عشان يحلي المشكلة. وتحديس الكاميرا شغال تمام تمام معلم. وهي عنا الكاميرا المزدوجة في ناس كانت عندهم مش شغالة مع التحديسات الجديدة اشتغلت. وخاصة رد منوت عشرة وعشرة برو هو اللي في مشكلة تحديس. يعني لازم اعمل تحديس للجهاز كله عشان تنحل المشكلة. هيا عنا هنا كاميرات متعددة. واكتر من كاميرا لانا عندي الجهاز ممكن يفتح ست كاميرات وتختارك ايا كاميرتين وتفتحهم. وهي كاميرتين واحد مثلا عشرة اكس واحد خمس اكس وهكذا. بعدك في عندنا مدير الملفات. تحديث مدير الملفات هذا الجديد. هذا عبارة عن مدير ملفات يختلف عن مدير الملفات اللي موجود عندنا كليا. يعني ما بيقربلوش. يعني انت الان صار عندك اتنين مدير ملفات. اللي هل قيت هتنزله? والقديم اللي موجود عندك. وهذا مدير الملفات شكله بيختلف. امور كبيرة ولكن ممكن تلاقيه على امور تانية مش شغال مسلا زي مسلا تيجي ترسل صورة على الواتس اب مسلا لو اجينا نرسل هاي الحديثة ونجي نرسل مكون اضافي ونعمل له مسلا ارسال ونقول له بدنا نرسله على الواتس اب فما هاش هيرسله. هادي بتكون مش شغالة فيه. هو عبارة عن نسخة اه تقريبا نسخة صينية بيكون عليها نفس الاشي ولكن احنا لازم نستخدمه ونشوف يوم علم. وفاتحنا الواتس اب كنافذة منبثقة. وجينا على المعرض وبدنا نرسل اي صورة واي فيديو ممكن هدول كل اللي حددتهم بدي ارسلهم كلهم مرة واحدة بتضغط ضغطة طويلة زي هيك عليهم كلهم الان انت مسكتهم بتحطهم هيك على الواتس اب. ومباشرة بتيجي هيك وبتعمل ارسال. الان كلهم ارتسلوا مرة واحدة. هادي ميزة موجودة في هواتفنا وحكينا عنا قبل هيك. وهذا ما كان لدينا يا غلين نلتقي فيديو جديد الروابط في صندوق الوصف وقناة تليجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.